اهلا بكم لا يمكن لأحدٍ أن يحصل على عقدٍ دون أن يدفع ولا شيء في العراق يمكن الحصول عليه دون دفع لا من الحكومة ولا من برنامج الأمم المتحدة ووكالاتها هذا ما كشفه التقرير لصحيفة القاردين لبريطانيا عن فساد مؤسسات وموظفي الأمم المتحدة العاملين في العراق ونقلت الصحيفة البريطانية عن عدد من موظفي الأمم المتحدة في العراق وصفهم هيكل الحوافز الفاسد الذي يتواطئ فيه موظفو الأمم المتحدة مع المسؤولين الحكومين الذين يستفيدون مالياً لتحديد مشاريع جديدة مع كتابة تقارير مرحلية تزور النتائج لتبرير الحصول على المزيد من الأموال ومنذ الغزو الأمريكي في العام 2003 ضخ المجتمع الدولي مليارات الدولارات من المساعدات للعراق لكن بعد مرور عشرين عاماً لا تزال البلاد تعاني من سوء الخدمات والبنية التحتية المحطمة رغم أن العراق يعد رابع أكبر منتج للنفط في العالم وقد حقق عائدات نفطية كبيرة بلغت 115 مليار دولار في العام الماضي ووفقاً للغارديان يعد الفساد والعمولات المالية شريان الحياة للسياسة في العراق كما أن الأمم المتحدة باتت تعمل على تغذية الفساد وثقافة الرشوة التي تغلغلت في المجتمع العراقي بعد العام 2003 تقريص صحيفة القارديان البريطانية وفساد وكالات وموظفي الأمم المتحدة في العراق وتغذيتهم لثقافة الرشوة والفساد الحكومي هو الذي سنفحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها ملاسل التالية كيف تحولت مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في العراق إلى واحدة من أكبر مغذيات الفساد وثقافة الرشوة بعد العام 2003 وكيف تواطئت مكالات الأمم المتحدة مع المسؤولين الحكومين في العراق على ترسيخ هيكل الحوافز الفاسد للاستحواذ على تميل المشاريع الخدمية ولماذا وصفت صحيفة القارديان البريطانية ورش عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتافهة ومنعدمة الجدوى وهدفها نهد أموال المانحين الدوليين فقط وهل أصبح الفساد الحكومي في العراق بثلاثة رؤوس محلية وإقليمية ودولية يؤازر بعضها البعض الآخر وبالتالي يستحيل اجتثاثه ضيوف الطاولة رافع الفلاحي قحطان الخفاجي حسين دلي عندما يقال إن الفساد في العراق عملية ممنهجة تشترك فيها أطراف من رأس الهرم إلى قاعدته فإن ذلك يشير إلى أن رعاة الغزو الأمريكي للعراق والمشرعين لعمليته السياسية غارقون في هذا الفساد أيضا والحديث هنا عن مؤسسات الأمم المتحدة ومبعوثيها في العراق مفاجأة ثقيلة العيار فجرتها صحيفة الڭارديان البريطانية عندما كشفت عن تورط مسؤولين أمميين بصفقات الفساد والسمسرة وتعاطي الرشاوة لتمرير المشاريع والعقود للشركات العاملة في العراق تحقيق ناجرة الصحيفة كشف أن الموظفين العاملين لدى الأمم المتحدة في العراق يطالبون برشاوة لمساعدة رجال الأعمال بالفوز بعقود في مشاريع إعادة الإعمار مشيرة إلى أن موظفي الأمم المتحدة طالبوا بنسبة تبلغ 15% من قيمة العقود الصحيفة البريطانية استندت إلى مقابلات مع أكثر من 20 شخصا من موظفين أمميين ومقاولين عراقيين وغربيين قدموا معلومات تؤكد بأن الأمم المتحدة منذ عام 2003 تغذي ثقافة الرشوة التي تغلغلت في المؤسسات الحكومية في العراق مقاولون عاملون في العراق أكدوا للجارديان أنه لا يمكن لأحد أن يحصل على عقد دون أن يدفع ولا يوجد شيء في العراق يمكن الحصول عليه دون دفع لا من الحكومة ولا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اشتراك الأمم المتحدة برعاية الفساد في العراق يفسر سعي موظفيها في تلميع صورة الأحزاب وقادتها في العراق والتغاضي عن فسادها مقابل تشويه صورة التظاهرات الشعبية التي خرجت احتجاجا على الفساد الضاربي في جذور العراق الجديد أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار ستفحث هذه الحلقة في التقرير الذي قدمته صحيفة القاردن البريطانية وكشفت فيه عن الفساد المتواطع فيه بين موظفي ووكالات الأمم المتحدة العاملة في العراق والمسؤولين الحكوميين في العراق ضيف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الستوديو وسيكون معنا من عبر سكايب الدكتور قحطان خفاجي أستاذ العلوم السياسية وأيضا معنا من العاصمة القطرية الدوحة الباحث والصحفي أحسين دلي أهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميع أيهاكم الله أهلا لو بدأنا مع الدكتور رافع الدكتور التقرير الذي كشفت فيه القاردن البريطانية عن فساد وعمولات ورشاة وتضخيم للأموال ونهب لأموال المانحين الدوليين التي قدمت إلى العراق بعد عام 2003 الحقيقة خلص إلى نتيجة أن الأمم المتحدة ووكالاتها أصبحت من أكبر مغذيات الرشوة والفساد والعمولة كيف تحولت هذه المنظمة الدولية ووكالاتها إلى بؤر لهذا الفساد في العراق بسم الله الرحمن الرحيم وحييك أستاذ ماجد وحيي الأخي العزيز ضيوفك سين دلي والدكتور قحطان الخفاجي شكرا لسير الحقيقة يعني عندما نناقش أي قضية خاصة مثل هذه القضايا علينا أن نتذكر أولا نحن نتحدث عن إطار غير طبيعي إطار شاذ في العراق لم ننظر للأمور بهذا المنظر سيكون حكمنا يعني الحكم غير طبيعي وغير صحيح عندما يكون الحكم على هذا الإطار الذي موجود في العراق منذ عام 2003 لحد الآن هو إطار شاذ إطار فيه كمية من الفساد عالية جدا وحولت العراق إلى واحدة من أكثر الدول فسادا دولة خاربة دولة مدمرة ممزقة مجتمعها ممزق فيها حروب أهلية فيها تغول الميليشيات فيها تغول الدول الخارجية وأولها إيران وأمريكا طبعا هذا كل جزء من هذا الإطار الذي موجود في العراق وبالتالي هذا المناخة وهذه البيئة تساعد أو تشجع على وجود الفساد فأي منظمة دولية أي منظمة إقليمية أي منظمة عربية عندما تدخل في بلد مثل هذا لا يمكن أن تتحدث عنها وكأنها يعني ملاك لا بد أن تتلوث بهذا لا بد أن تتعامل مع هذه البيئة بنفس الأدوات وهذه الأدوات تدفع هذه حتى لو كانت هذه معصومة لفترة معينة هذه الأدوات الموجودة في العراق تدفع هذه المنظمات تدفع هذه الهياكل إلى أن تكون شبيهة لها نحن نتحدث عن الأمم المتحدة الأمم المتحدة منذ تأسيسها عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية ولحد الآن لا أحد يستطيع أن يقول لنا أن الأمم المتحدة بكل منظماتها هي منظمة نزيهة ترعى حقوق الإنسان ترعى حقوق الدول لا الحقيقة هي ارتكبت من الأخطاء الكثير وما زالت ترتكب وواحدة من الأخطاء الكبيرة هي ما فعلته في العراق في أيام الحصار وما بعد وحتى الاحتلال هذه العشرين سنة وجزء منه هذا مكتب الذي يمثل الأمينة العام الممتحدة في العراق الذي أنشئ عام 2003 بالقرار 1500 هذا اللي أنشئ هذا المكتب وتوالوا عليه طوال هذه السنوات العديد من من كانوا يسمونه ممثل الأمينة العام في العراق وهؤلاء الحقيقة مجموعة من الموظفين اغتنوا غناء فاحش أو أثروا ثراء فاحشا عندما جاءوا للعراق واقع الحال كان يشير إلى أنه تعامل هؤلاء مع السلطات ودفاعهم عن السلطات ورؤيتهم لما يحدث في العراق والدفاع عن ما يحدث في العراق من أشياء خربة ومدمرة وقتال وذبح وتهجير وإزاحة لمكونات معينة هذا واضح كان وكان يفترض للأمم المتحدة أن تكون واضحة وطبيعية في قراراتها في توصيفها للحال لكنها لم تكن هكذا لكن أريد أن أعرج على قضية ربما ستوضح كل هذا الموضوع هي كل سنة يجددون لهذا المكتب عندما أراجع القرار 2631 القرار الذي جددوا فيه في عام 2022 لولاية جديدة سنة أخرى للأمم المتحدة أجد أنه عندما ترى يعني المجلس الأمن يكلف هذا المكتب التابع لأمم المتحدة بواجبات ترى أنها شريكة للحكومة العراقية الحكومات العراقية في العراق بما يحدث في العراق وهذا حالة أيضا شاذة يعني لا توجد في العالم كله لا يوجد مكتب مثل هذا يرعى بهذا الشكل هي شريكة بالاقتصاد وشريكة بالسياسة وشريكة بالبنى التحتية واستشارات وبالانتخابات وكل شيء متدخله هذا كله يجعلها جزء من هذه العملية جارية في العراق جزء من هذا الفساد جزء من هذا الخراب ولا أين دور الأمم المتحدة قوال هذه السنوات في توصيف الحالة العراقية بالشكل الصحيح يعني ظهرت ربما خطابات من هنا هناك أو توصيات أو مواجيز قدمتها إحاطات أو إحاطات مثل ما تسمونها تحمل بعض الأوصاف الموضوعية الموضوعية ربما جزء من عندها جزء من هذه الموضوعية لكن واقع الحال هم جزء من هذا والغالبية كانوا يتحدثون بلغة وكأنهم متحدث باسم الحكومة العراقية طوال هذه السنوات تابع هذه القضية جزء من هذا نعم المالي والسياسي وغيرها دكتور قحطان مساء الخير مساء الخيرات والبركات عليكم على مشاهدينا عظيكم الكرام تقرير القاردية الحقيقة وصف أن الفساد والعمولات والرشوة يمثلان شريان حياة شريان للحياة السياسية في العراق هل يعني أن الحياة السياسية ستموت ستجف إذا توقف هذا الشريان عمولات فساد رشا وغيرها من صور الفساد التالي وبالتالي الحياة السياسية تستمد حياتها من هذا الشريان هل هذا المعنى بالشكل العام أؤيد هذا الاتجاه مئة في المئة وأن حالة الفساد حالة على ما يبدو ضرورة بالمدرك الأمريكي بشكل عام ومدرك الممتحدة ومدرك القوى السياسية الفاعلة لكي يذهب بالعراق إلى حيث ما خطط له أن يذهب وينزلق إلى منزلقات صحيحة هذا حقيقة الأمر ليس وليد الساعة وليس وليد الشخص بعينهم في باتات الأمم المتحدة أو الجيات الرقابية بقدر ما هي مرتبطة بحقيقة أن الفضل الخلاقة هي أساس ما الذي تحركت بضوئه القوات الدولية وغيرت الوضع في العراق ثم أن أمم المتحدة لا يمكن أن نخزلها عن السقوى الأمريكية ولا يمكن أن نبعدها لأن أمم المتحدة هي أمريكا بالتأكيد لذلك إذا ما جمعنا مفهومي الفوضى الخلاقة التي يراد بها أن يكون العراق في وضع غير مستقر فوضوي لكي يذهب إلى منزلق ثم تديره أمريكيا جهة جهة لأن أمريكا تريد أن نكون العراق بهذه الكيفية والقوة السياسية مؤيدة لهذه الكيفية إذن أنا أعتقد أن الفساد مبرمج بالجنب العراقي وسلوكيات الأمم المتحدة أيضا تتسق مع هذا السياق ذلك كما قال زبيلي قبل قليل أنها دست أنفهت في كل حالة وصوب تدخلت في الأموال التي تأتي من الخارج وتوزع لا توجد جهة رسمية رقابية سواء أممية أو سواها لا توجد المتابعة حقيقية لهذه المنظمة وعمالها إذن نعم الفساد رجله أن يكون سيد الموقف وأن الفساد الآن فعلا أنوالياتها هي التي توجه العملية السياسية ذلك نعتقد أن وقد قلنا أن هناك فساد كبير في ذلك هذا المنظمة لأنه هناك لنا متابعات لأذا الموضوع الآن من فضل الله أنهم وصحيفتهم الغربية التي تؤكد هذه الحقيقة المشكلة المشكلة أنها حريقة قائمة وستبقى ولا أعتقد أن هناك إرادة أو هناك أجراءات حقيقية للجم هكذا توجد لأنه كما قلنا يراد الإعراق أن يكون يدار عبر الفساد لذلك الفساد باقن والقوة الحقيقة أن المسؤولين دكتور في الأمم المتحدة وفي برنامج العراق الإنمائي تعهدوا بفتح تحقيق لملاحقة الفاسدين ومعرفة هذه الأموال وهذه الشبهات كيف يعني ظهرت كيف استمرت هناك تعهد بالملاحقة والكشف والتحقيقات بالتأكيد لأن علاقات تقديرك يبدو هم هكذا ولكن ننتظر نتائج أنا أقول لا نتائج إيجابية باتجاه الحج من الفساد ومتابعة الفاسدين أشكرك نتحول الآن إلى الدوحة نرحب بضيفنا من هناك الأستاذ حسين دلي أهلا وسهلا أستاذ حسين أهلا أخي أستاذ موجود هذا التواطئ والفساد بين وكالات وموظفي الأمم المتحدة مع المسؤولين الحكوميين هذه الرشا هذه الابتزاز المالي ثقافة الرشوة ما الذي جعل الموظفين الدوليين يتصرفون بهذا السلوك الفاسد والرشا وهم مطمئنين مطمئنين خلال العشرين عام الماضي الحقيقة الفساد يعني التغرية تحدث عن فساد بدأ من عام 2003 ومستمر لحد الآن ما الذي جعل الموظفين بهذا الإطمئنان بسم الله رحمن الرحمن الرحيم شكرا للرافدين تحياتي لك أخ ماجد والدكتور رافع والدكتور قحطان أهلا وسلم الحقيقة كل هؤلاء الموظفيين في الأمم المتحدة وعلى رأسهم الممثلين الرسميين نتكلم عن منذ على الأقل 2007 شرف قاضي مارتين كوبلر ميكولايم الأدونوف ويان كوبيش وصولا إلى جنيب لازخاص كل هؤلاء وموظفيهم التابعين لهم يدركون أن هذه المنظومة السياسية منظومة فاسدة وقدرة وهي مشتركة بدماء العراقيين وأنها في ثرواتهم وعندما يقبل الموظف من موظفين الأمم المتحدة سواء على مستوى رئاسة الممثلية أو أحد أعضائها المشاركة في منظومة سياسية فاسدة إلى النخاء فهو يدرك أنه سينغمس بهذا الفساد وهو سيكون جزء منه بلا شك نحن نتكلم عن مليارات الدولارات برهم صالح الرئيس العراقي السابق تكلم في سبتمبر 2021 عن ميزانية للعراق تقريبا وصلت إلى تريليون دولار منذ 2003 الواقع العراقي يشهد أنه هذه تريليون دولار صرفة أغلبها إلى جيوب الفاسدين من الأحزاب السياسية وقادة العملية السياسية وحتى هؤلاء موظفي الممتحدة يدركون أنهم لكي ينعموا بالحياة في العراق لا بد أن يكونوا في منزلة معينة تكفل لهم نيل حصة من كعكة الفساد كما استفت إذا كانوا يرون أن المنظومة فاسدة ولا حد يحاسبهم ليست هناك آلية المحاسبة فكيف يرتدعون عن أن يماثلوا أساس العراقيين في عملية النهب وعملية الصريقات المنظمة فقط الذين أشار لهم التقرير الصحفية سيمونة بولتين في صحيفة القارديان قالت قالت أنها بعد اللقاء طبعا ثلاثين شخص من ممثلة الممتحدة ومقاولين عن مليار دولار فقط في ثلاثة عوام الماضية صرفت على يد المانحين وبعض المساعدات تم الاتباق عليها منذ 2015 لكنها لم تصرف إلا في السنوات الأخيرة بعد مرحلة داعش هذه المليارات تبترض أنها ذهبت المساعدة المخيمات النازحين إلى المحتاجين إلى مساعدة المناطق المدمرة نتكلم عن خمس محافظات تم تشريد أهلها ثلثي هذه المناطق مدمرة تتحدث الممتحدة عن أنها من ضمن هذا التحقيق أنها استطاعت مساعدة كثير من المناطق ثم تبين من خلال التحقيق أن هذه المراتق لم تكن لم تتم هذه المساعدة عن طريق اليون ديبي وإنما عن طريق منظمات إغاثية ليست تابعة للأمم المتحدة هناك كذب وتزوير وتلفيق هائل في ملف عمل الأمم المتحدة كلنا يعرف في العراق أن ممثلين الأمم المتحدة في العراق فقط عليه أن يذهب إلى مرقد الحسين أو مرقد العباس أو مرقد الإمام علي في النجف أو كربلا لكي ينال الحظة من سادة العملية السياسية وعلى رأسها الحزاب الشيعية المتحكمة بالمشهد العراقي ومن هناك يأخذون الضوء الأخضر في عملهم وممارساتهم وسلوكياتهم سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي وصلت المرحلة السيئة بممثل أمم المتحدة أن جنيد بلاس خارت تلتقي بقادة الميليشيات المسؤولين عن قتل آلاف العراقيين وتشرعن وجودهم في العملية السياسية هذه جنيد بلاس خارت في إحاطة دورية لمجلس الأمن قبل عامين تكلمت أن الفساد وأنا أقتبس من كلامها أن الفساد سمة أساسية في منظومة العمل السياسي في العراق وكل السياسة في العراق يعرفون هذا إذا كانت جنيد بلاس خارت تتكلمت وإذا استمر الوضع في نفس الوحاطة إذا استمر الوضع قالت بهذه الطريقة فإن النظام السياسي لا يمكن أن يستمر بالفعل هذا كلام جنيد بلاس خارت لكنها استمر وهي أصبحت جزء من هذه منظومة الفساد وهي وممثليها ومنظومتها واليونامي والبعثة الأممية كلها أصبحت شلة مرتزقة تعمل على كسب الرواتب منظم الممتحدة لا ينتقلون من منطقة إلى منطقة إلا بالسيارات الفارهة والرواتب العالية منظم الممتحدة تقاضون آلاف الدولارات بينما ثلث العراقيين تحت خط الفقر الثلث الآخر حد الكفاف ومنازحين بعشرات الآلاف المهجرين بمئات الآلاف لكن الأمم المتحدة لم نشهد لها إلا الكلام في حاطات الدولية تتكلم عن الفساد لكن لا توجد أي عقوبات من الأمم المتحدة على أي شخص في منظومة العمل السياسي في العراق التي أذقلت كهل العراقيين وسرقت أكثر من سبعمائة مليار من ثروات العراق دكتور رافع في نيسان الماضي من العام 2023 والمفارقة الكبيرة أن حكومة السوداني وقعت مذكرة التفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتعاون في مجال مكافحة الفساد البرنامج المتهم الرئيس بالفساد ونهب أموال المانحين هو المتهم الرئيسي لتعزيز مبدأ الشفافية والمسائلة والنزاهة في القطاعين العام والخاص ومسائلة الحكومة العراقية على المضي بهذه العجلة مفارقة كبيرة هذه والله أستاذ ما أجد أنا لا أجدها مفارقة كبيرة في وضع شاغ مثل العراق مثل ما أقول كل شيء طبيعي يعني عندنا هيئة للنزاهة يعني وداوية من التي كانت لكنها متهمة بالفساد نفس القضية حكومة تتحدث وأحزاب تتحدث ضد الفساد لكن هي الشريك الأساسي في الفساد هي من كونت هذه المؤسسة الكبيرة في الفساد وهي من ترعاها وهي من تخدمها وهي من تجعلها تشتغل هذا واقع الحال فبالتالي كل القوى التي ترفض الفساد لا يمكن أن تعمل في مثل هذه البيئة وخاصة الأمم المتحدة لو كانت ترفض هذا الفساد لو كانت ترفض هذا الوضع الشاذ الذي موجود في العراق قتل وذبح وتخطف وسرقة أموال لما بقيت في العراق ولما قبلت التوظيف في العراق ماذا تفعل يعني ماذا فعله طوال هذه السنوات مكتب الأمين العام للممتحدة في العراق ماذا فعله خلي قلونا ما هو هذا المكتب نفسه شريك لهذه الحكومة وصلت به مراحل حتى بالسخارت وغيرها كان متحدث باسم الحكومة يتحدث دفاعنا عن الحكومة حتى بعد ثورة 2017 ثورة الشباب ثورة تشرين في 2017 شهدنا بالسخارت تتحدث بلغة غريبة عجيبة ذهبت إلى الميليشيات وأعطتهم مثل ما تحدث الأخي السين أعطتهم شرعية في وجودهم بالعملية السياسية ووجودهم في حكم العراق هكذا واقع الحال هذا يؤكد أن هذه القوى أو هذه المنظمات هي جزء من هذا من هذا القراب الكبير يعني عندما تضع الدول المانحة ثلاثين دولة تضع مبلغ مليارين أو مليار ونص دولار وتضعها بيد الأمم المتحدة لكي تشرف على العقود وبالتالي هذه ترى أن كل الأمور اللي موجودة في العراق هي فيها رشعة وفيها سرقة وفيها نهب هي تتعامل بنفس الطريقة فهي تأتي بمقاولين وتأخذ منهم نسب وتحدث الصحيفة عن 15% من النسب يأخذونها من هذه المقاولات وهذه المقاولات تباع إلى مقاولين آخرين ثانوين ولا ينفذ شيء ومن يتحدث عن هذا الموضوع يعني الأمم المتحدة جزء من عنده الأمم المتحدة كانت شريكة وموجودة في العراق منذ عام 2003 لحد الآن وهذا المكتب منذ عام 2005 2003 وانشئة وما بعدها علي أن يتحدث كيف هذه المبالغ التي أنفقت على العراق أو التي تم التبرع بها للعراق كم مليار هذه الدول أين ذهبت ما شكل العراق هذا يعني وين ذهبت وين هذه المشاريع التي أنشئت بها كان عليهم أن يقولوا وأن يرفضوا هذا الوضع لكنهم شركاء بي ومستفيدين ووضعهم في أحسن حال وكل هؤلاء الذين جاءوا موظفين وممثلين للأمين العام المم المتحدة عندما غادروا وذهبوا إلى التقاعد عاشوا عيشة رغيدة وستذهب لسكارت أيضا اللي كانت وزيرة للدفاع في هولندا وجاءت جاءت للعراق ستذهب أيضا في تقاعدها إلى حالة من البحبوحة والعيش الثراء من أموال العراقيين هذا واقع الحقيقة فبالتالي لا يهم العراقي جقد نسبة الفقر جقد نسبة البطالة جقد نسبة الخراب هذا لا يهم أستاذ منك ومن الضيفين الكريمين ومن المشاهدين نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة ببرنامج طاولة حوار صدر حديثا عن مؤسسة البصائر للدراسات والنشر كتاب المقاومة العراقية تاريخ لا يسرق ولا يزور لمؤلفه العقيد الركن حاتم الفلاحي كتاب يؤرخ المقاومة العراقية الباسلة للاحتلال الأمريكي وينقض ما نسجه خيال بعض المتوهمين عنها وما أثاروه من تشكيك وتشغيف أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة برنامج طاولة حوار تبحث هذه الحلقة في تقريب صحيفة الجاردين البريطانية عن الفساد والرشا والعمولات التي يتلقاها موظفو الأمم المتحدة بالتواطئ مع مسؤولين حكومين في العراق ضيوف الطاولة دكتور رافا الفلاحي والدكتور قحطان الخفاجي والأستاذ حسين دليل دكتور قحطان هل تعتقد أن هذا الفساد والرشا والعمولات المتهمة به وكالات الأمم المتحدة وموظفيها في العراق مقتصر فقط على مستويات إدارية دنيا التي تعمل فيها العراق أم قد يكون قد تورط فيه مسؤولون كبار في مقر في المنظمة الدولية في نيويورك وغير نيويورك هل تعتقد أنه هذه تورط فيه مسؤولون كبار؟ إذا ما نتابع الموضوع بالعلمية ومنطقية نعم عندما يكون فساد بهذا الحجم وهذه المدة الزمنية والصحيفة العالمية تتابع هذا الموضوع وقبلها آخرين نوهوا إلى هذا الشيء ولن يكون هناك إجراء معين من الجهات الأعلى لمبعوثين وممتحدة في العراق يعطينا دالة على أن الجهات الأعلى أما هي غير مهتمة بما يجري في العراق من فساد وهذه المسألة ليس منطقية لأن هذه المجموعة لها مهمة معينة أو أنها هي جزء من هذه الحالة أنا أضيف صوتي أو توقعي أو أقول توقعي إلى الحالة لأن هناك تواقع وهناك معرفة بهذا الشيء ولكن الموضوع لا يهمهم بالدرجة الكبيرة لأنهم أساسا لم يأتوا لكي ينقضوا حال العراق فدلار كثيرة على أن هيئة الممتحدة بعض الجهات الدولية كانت تذهب باتجاه المضاد للشعب العراقي والمضاد إلى استقلية العراق وكون بلد مستقل يسعى إلى تكتيب حال أفضل إذن أنا أقول وأتوقع توقعاً بدلة عدم الاهتمام من جهات العليا أن جهات العليا في الأمم المتحدة على علم بهذا الشيء ومتواطئة بسبب من الأسباب المهم هناك فساد قائم وهناك غياب المسائلة وغياب المسائلة يكمن أما بالجهل وهذا بعيدة وأما بالتواطئ والمصلحة المتبادلة وهذه الحالة توقعية الأكثر احتمالاً أستاذ حسين العضو السابق بمجلس مكافحة الفساد في العراق سعيد ياسين موسى قال أن محاربة الفساد في العراق تعني محاربة الدولة نفسها فالفساد مدمج بهيكلية الدولة العراقية بعد عام 2003 يملك المال هذا الفساد والنفوذ والسلطة والسلاح والدولة بكل مؤسساتها بيد الجهات المسلحة المتورطة بالفساد يعني هذا الفساد كان يعتقد أنه محمي بالسلاح محلياً ثم انتقل إلى أن يحمى إقليمياً إيران وغيرها الآن وصلنا إلى مرحلة أن هذا الفساد هناك ثلاثة جهات أو أبعاد تحميه الميليشيات وسلاحة إيران إقليمياً ودولياً الأمم المتحدة هذا الفساد يبدو من الصعب اشتثاثه أو تخفيف غلواء بالتأكيد أخي ماجد يعني هذه عدو الفساد أصبحت منتشرة بشكل فضيح العراق واحد من أكبر الدول الفاسدة في مؤشر مدركات الفساد على تقرير منظمة الشفافية الدولية يعني تقريرها الأخير 2021 العراق احتل المرتبة 157 من ضمن 180 دولة الفساد مقنن ومحمي بالقانون والقضاء والسلاح محلياً وداخلياً يعني أضرب لك مثل مثال المستشار رئيس الوزراء الحالي مظهر محمد صالح كان هو في البنك المنكز العراقي تحدث قبل سنة قبل أن يكون مستشاراً محمد الشاح السودان قبل أن يأتي السوداني لرئاسة الحكومة قال أن منظومة الفساد في العراق واضحة لا تقطعها عين هو الفساد متغلغل في جميع أجهزة الدولة والسبب الرئيسي هو تركيبة المحاصصة الحزبية التي تطغى على كل شيء في العراق وبالتالي أي مظيفة أي عمل أي شركة أي صفقة لا بد أن تتقسم أرباح على الدول اليوم هذا الشخص الذي يتحدث وينتقد الفساد قبل سنة سنة ونصف اليوم هو مستشار رئيس الوزراء الحالي فهذا الشخص الذي ينتقل الفساد ما أن يعرض عليه منصب في الحكومة العراقية حتى يترك كل بين قوس المبادئة ويلتحق بمنظومة الفساد ونحن نتكلم عن كثير من نواب البرلمان العراقي ووزراء الحاليين علي عبدالأمير علاوي ويعرف أن العراق فاسد داخل في حكومة مصطفى الكاظمي ثم خرج بعد سنة وقال أن الفساد في العراق لا يمكن السيطرة عليه ولا يمكن محاربته لأنه محمي من جميع الرئاسات في العراق هذا على مستوى الداخلي الأحزاب كلها اليوم أنا على سبيل المثال كنت أتكلم مع أحد الأصدقاء قال لي واحد من نواب البرلمان يوزع مناصب في أحدى الوزارات بالفلوس ويشترط هذا النواب البرلماني على أي شخص يريد وظيفة أنه يقدم هوية انتسابه إلى الحزب الذي ينتمي إليه هذا الشخص يعني تخيل هذا الوظائف توزع على لي وتشترط على من يريد هذا الوظيفة دفع مبالغ وهوية الحزب فتخيل الفساد هذه المرحلة على مستوى المحلي على المستوى الإقليمي أنا أعتقد ليست إيران فقط تحميه منظومة الفساد في العراق بل كل المحيط الإقليمي هنا لا نريد أن أستثمر لا الخليج ولا الأردن ولا مصر كل هذا الآن تريد صفقات من العراق وتريد أن تستثمر في العراق إذا كانوا هؤلاء يعرفون الفساد في العراق وهناك نأب لنحو تريليون دولار خلال 15-20 سنة الماضية فلماذا يساهمون في ترسيخ قضية الفساد في العراق أليس هؤلاء فاسدين هؤلاء الدول الإقليمية المنظومة العالمية البلاد المتحدة الرأسي بريطانيا الصحفية التي أجرت هذا التحقيق سيمونا فولتين هي بريطانية وأجرت التحقيق بسبب أن بريطانيا مشاركة ضمن الدول المانحة للمليار ونصف دولار التي تكلم عنها تقرير صحيفة القارديان وبالتالي هي لديها معلومات عن أن المنح التي قدمتها بريطانيا لم تصل إلى الجهاد المستحقة في العراق وإنما ذائبت إلى جيوب منظمات الأمم المتحدة والموظفين بالرواتب العالية التي تتكلمنا عنها الموظفين الأمم المتحدة هؤلاء التي تتكلم عنهم التحقيق عندما يتكلمون عن قبول 15% أو اشتراط 15% من أي عقل فبالتأكيد الموظفين والمدراء والوزراء والنواف والحكومة العراقية يتقاضوا ربما 40-50% من أي صدقة أي مشروع في العراق إذا كان الموظف المتحدة المسيط يتقاض يشترط 15% فتخيل أنت كارتلات المافيا السياسية في العراق من الأحزاب والحكومة والأحزاب الرئيسية فهذا المنظومة متكاملة من الفساد تواطئ دولي مفضوح في ترسيخ وإبقاء هذه المنظومة تحكم العراق هذا قلناه منذ سنوات كثيرة إبقاء العراق ضعيفا هذه الدولة الإقليمية المهمة التي يرتجى منها تغيير الواقع الإقليمي لا بد أن يبقى ضعيفا ولا بد أن يبقى مدمرا مهدما ليس فيها عوامل لاوعي ولذلك حاربوا ثورة تشريل الأخيرة حاربوا مظاهرات 2013 وثلاثة عشر المظاهرات الواسعة منذ عشرات السنين في العراق كلها حاربت وقتل قياداتها جنيني بالأسخار نفسها تسمى عند العراقين أنفدك تلتقي بأحد أبرد قادة المنشات المسؤول عن مجزرة ساحة السنك فهذا واقع مرير الكل المتواطفي ومتفضل للأسخار دكتور رافع يعني هذه الفترة الزمنية الطويلة عن فساد في الأمم المتحدة رشها فساد عمولات وما إلى ذلك هذه عشرين عام والحقيقة هناك ملايين الدولارات خاصة في برنامج البرنامج الإنماي أي عقل أن كل هذه الفترة المسؤولون الكبار في الأمم المتحدة لم يعرفوا به حتى جاءت صحيفة القاردين البريطانية وكشفت حقيقة أستاذ ماجد ربما آخر لقطة لأمين العام الممتحدة عندما زار العراق مع من اجتمع معين كان صوره مع قادة الميليشيات نعم إذن الرؤية هذه أن تكون الأمم المتحدة قريبة من هذه الميليشيات أو تتعاون معها أو تجدها شرعية هذه حالة طبيعية بالنسبة لهم وبالتالي هذه الميليشيات وهذه متهمة بالدماء وقط بفساد وخراب ودمار وقتل يعني دماء وخطف ومصائب كبيرة وتعرف الأمم المتحدة كل هذه الأمور فأن يأتي الأمين العام الأمم المتحدة ويلتقي بهؤلاء ويجلس معهم ويتحاور معهم هذه قضية عندما تذهب لسخارت وهي ممثلة الأمين العام المتحدة للقاء قادة الميليشيات ماذا تفعل معهم يعني ما هي الصورة التي تريد أن ترسمها هذا واقع الحال الحقيقي وبالتالي هذه صورة الفساد صورة متأصلة يعني وهذا لا تحدث عن فقط الأمم المتحدة كل المنظمات الدولية ربما حتى الإقليمية ودعني أقول لك شيئا ربما جزء من هذا أنا أعرف أحد الدبلوماسيين المعروفين وصديق مقرب لي دبلوماسي دولي ومعروف ورشح لمنصب لدارة منصب كبير في العراق في عام 2006 وقبل ذلك أحد المسؤولين العراقيين التقى بي وهو في الطائرة ويقول له أنت يعني ماذا أنت ذهبي للعراق ماذا تفعل لنعطيك راتب وروح أجلس بالمنطقة الخضراء تمتع بالشمس وقرأ الكتب اللي مقاريها والمجلات الجميلة وقضي وقتك واخذ فلوسك وروح ما لك علاقة بكل هذا الموضوع هكذا ينظرون هذه هي الفكرة هذا الفكر هذا التكوين لهذا الإطار الفاسد هكذا ينظرون إلى الناس فأن تقبل الأمم المتحدة العمل في هذا الإطار إذن هي جزء منها يعني اللي عرض هذا العرض ما عرض على الأمم المتحدة ما عرض على نفس العرض مثلا قبل به هذا اللي أعرف الدبلوماسي الكبير رفض هذه القضية واستقال مما بعد استقال من هذه القضية لأنه عرفها عقيمة هؤلاء لم يستقيلوا هؤلاء متمسكين أخذ آخر إحاطة لبلس خارك ماذا قالت؟ هي تعرف والأمم المتحدة تعرف أن العراق بلد خرب فيه فيه فوضى سياسية فوضى اقتصادية يتحدث عن هذا تخوف العالم من هذه الفوضة اللي كي يجددوا مرة أخرى لهذه للولاية لهذا المكتب هذا واقع العراق هل الأمين العام الأمم المتحدة لا يعرف هذا إذا كان لا يعرف مصيبة أكبر هذه الأمم المتحدة لا تعرف بأن هذا العراق لكن أمريكا أمريكا تريد هذه الصورة أن تظهر ولا هذه الدول وهذه السفارات المفتوحة بالعراق كيف جاءت؟ ويتعرف كلها أن العراق بلد بالفساد في رقم يعني متقدم في قائمة الفساد بالدول الفاسدة دولة خاربة دولة فيها ميليشيات دولة فيها خطار طائفي دولة فيها تفريق فيها أكثر من سبع ثمان ملايين عراقي من خيرة العراقيين بالخارج فيها قتل فيها ذبح فيها مليون ونص عراقي يستشهدوا من عامل فيه وثلاثة لحد الآن معروفة هذا الخراب فيها فقر فيها بطالة فيها كل هذا الخراب أموال وصلت إلى العراق من النفط أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار طوال هذه السنوات العشرين أين ذهبت والعراق بلد خرب هذا يبني عشر عراقات يعني بنماذج راقية جدا وهم يتحدثون عن دبي مثل دبي وأكثر لكن لم يحصل شيء في هذا العراق الآن البنى التحتية في العراق مهدمة مخربة طيب من المسؤول عن هذا ما هي الأمم المتحدة موجودة وترى كل هذا وترى الشباب يقتلون وترى الشباب يخطفون وترى البلد في قمة الفساد ماذا فعلت هي شريكة تقبل وترى على المصالحة الوطنية وتحدث عن المصالحة الوطنية والعلاقة بين الأحزاب والعملية السياسية وترى على الانتخابات وهي تعرف انتخابات باطلة وغير شرعية إذن هي جزء من هذا الفساد جزء من هذا الخراب حتى مو بلا موال حتى بالوضع السياسي هي جزء من هذا الخراب وهذا الفساد السياسي والفكر الاقتصادي الفاسد الذي يحكم العراق دكتور قحطان ربما قبل هذه الفضيحة قبل هذا التقرير ربما المجتمع في العراق الرأي العام في العراق كان يعول على الأمم المتحدة لمساعدة العراق في مكافحة الفساد في تصويب هذا الوضع الشاذ في العراق الآن بعد هذا التقرير وبعدما اتضح أن موظفي الأمم المتحدة مؤسسات الأمم المتحدة غاطسة وغارقة في أوحار الفساد الحكومي في العراق متواطئة مع الفاسدين الحكوميين هل تعتقد أن ثمت ثقة أو تعويل على الأمم المتحدة في دور إيجاب ما في العراق من وجهة نظر رأي العام بالعراق طبعا بالتأكيد لا وأن كانت الممتحدة أساسا في قناعة معظم العراقين أنها جهة تنفذ إرادة أمريكية وكل يعرف كيف هي بررت الاحتلال وكيف هي منحت الأمريكان صفت الاحتلال بعد الغزو الذي حصل ولكن فعلا كان بعض العراقيين قد يكون نحن أنا أحدهم الذي سعينا إلى ترتيبة معينة مع بلاس خارج شخصيا مع بدء الثورة التشريم لرتب حالة معينة قد تنفع رفع صوت العراق في المجتمع الدولي أو أمام الجهات الرسمية الحكومية العراقية وغيرها ولكن تنكت حقيقة هذه المساعي هذا تلقى زاد من الشكوك على أن المهمة حقيقية للممتحدة ليست كما تحاول أن تبرق الصورة الجهات الأممية الآن بالتأكيد بعدما تبعينه أن الفساد وصل لهذه الدرجة وكما تقول التقرير أن هناك مراكز صحية على أساس تمتهي لها وذهبت جهات من الجريدة وجدت أنها لم تؤهل صحيحا وهناك صفقات بهذا الحجم وأخذ رشا بشكل واضح وعدم تدوين ما يأخذ من الرشا ولكن الاكتفاء بآلية الحدثة الشفوية التي لا تسجل كل هذا بعد أن تضحت وتضحت بالتأكيد أمل العراقي ينضعف كثيرا ويضعف التأكيد بهذه المؤسسة ولكن كشف هذه الحقائق أمام المجتمع الدولي أنا في رأيي أنها قد تجبر الأمم المتحدة على أن تصحح حالها أن تعتصر أخرى أن تبدو كأنها بالاتجاه الذي انتبهت إلى خطائها أو أن الخطاء كان غير مقبول من قبل الجهات الرسمية إذا سعت الجهات الرسمية العليا في الأمم المتحدة إلى إجراء معين من هذا القبيل قد تعيج الثقة إلى حد المعين ولكن إذا ما ذهبت التحقيقات كما هي تحقيقات العراق لجانا مشتركة وينتهي الأمر باليوم الثاني أعتقد أن الأمر أصبح أكثر تحقيدا على العراق وإن كان العراق أنا في رأيي شخصي وهنا أكرر عبر قناتكم الوطنية أن الشعب هو الذي يفرض ذاته على كل الجهات بما فيها على الفاسد وعلى الناصح إذن نعم أعتقد أن الثقة اهتزت في الأمم المتحدة كثيرا ستجبر الأمم المتحدة على تغيير محالة معينة أو إجراء معينة ولكن مع هذا ذلك نقول للشعب عليكم يا شعب أراك أن تفرض ذاتكم على المجتمع الدولي وعلى المؤسسات الأخرى لكي يهتم العالم بإعراقه تماما كبيرا ويأخذ المسألة بجدية أكثر من دون ذلك لا يحتفظ أن أمم المتحدة سوف تتغير بالاتجاه السليم ما لم ترى متابعة حقيقية من الشعب العراقي أما تعني حكومة العراقية لا نحتقد أنها تقدم شيئا في هذا الموضوع نهاية حسين من أمنية أو أمل دكتور قحطان الخفاجي أن الأمم المتحدة تصوب تعالج تتعظ من هذه التجربة كلنا يتذكر ودكتور قحطان يتذكر أن الأمم المتحدة أيضا انخرطت وتورطت مؤسساته في فساد في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء في تسعينيات القرن الماضي إبان الحصار الدولي على العراق وهناك أيضا كان هناك فساد بملايين الدولارات وراء 25 سنة أو أكثر تورطت الأمم المتحدة أيضا بملفات بشبهات فساد بدهاليس فساد كما كشفت صحيفة القارديان البريطانية في العراق لماذا الأمم المتحدة لا تتعظ أو تصوب ولا تكرر هذه التجربة وتتورط في كل مرة في فساد في العراق يعني أنا أعتقد أولا قد يتبادر للذين أن عملية الكشف عن هذا الفساد هو لغرض فقط كشف الفساد لكن أنا أعتقد في تصوري من كثير من القبرات والمتابعات أن ربما تكون هذه العملية هي التصفيات السياسية حتى على مستوى منظومة الممتحدة لا تستبعد أخي ماجي وكل المشاهدين الكرام أن تكون هناك جهات تريد إزاحة الجنين بلاس خاف بأي شكل أن أشكاله بالتالي هيئة لهذا التقليل وهو محق طبعا بوجود عملية فساد بل ربما أن ما كشف عنه لا يبلغ إلا عشر أو عشرين بالمئة من حجم الفساد الحقيقي الذي تتغلغ فيه مبثليات الأمم المتحدة في العراق اليونامي واليون ديبي ولذلك كل مرشحة في هذا الملاف أنه ربما تنتهي مثل ما انتهت لجان كوفي عنان بعد منظومة فضيحة النفط مقابل الغذاء في التسعينات وبالمناسبة اللجان انتهت إلى تبرئة معظم المتهمين بفضيحة فساد النفط مقابل الغذاء وأنا أعتقد أيضا لو فتحت لجان ولو توصرت الأمم المتحدة إلى خيوط عن فساد حقيقي فسيكون هناك مجرد طوي لصفحة جيني بلاس خاص والإتيان بممثل جديد الأمم المتحدة في العراق وتنتهي العملية ليس هناك فعل حقيقي لتغيير الفساد في العراق يعني دعني أظلم لك مثلا الأسبوع الماضي الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة فلاي دبي بتهمت نقل ميليشيات وأسلحة وأموال على طائراتها إلى الجارة سوريا مدير الشركة رأيت له اللقاء في إحدى القناوات العراقية المحلية يقول أنا لدي شركة فلاي دبي إنها عقد مع الجيش الأمريكي توصل أسلحة وأفراد إلى قاعدة حرير وقاعدة عين الأسل فشلو اللي ذكر الجيش الأمريكي أو الأمريكان أو واشنطن أنه تبحث عن فساد في هذه الشركة وأنها تخرق القانون الدولي كيف لهذه الشركة تخرق القانون الدولي ولدها عقد هل يقل أن الولايات المتحدة لا تتحقق من الشركات التي تتعاقد معها وبالتالي فالأمر أخي ماجد كما قلت لك قبل قليل لا يستبعد أن الأمريكان ضحوا بهذه الشركة فقط في إطار المواحكة السياسية مع فصائل الولائية التي تتبع إيران في إيران أو مع الحكومة العراقية نفسها في إطار ضغوضات المتبادلة بين الطرفين وإحنا اليوم بمناسبة الحديث عن الفساد هناك لجنة بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة عقدت في بغداد برئاسة رئيس الوزراء لتبحث في مسألة المفاوضات على بقاء القوات الأمريكية المسألة واحد صرحنا واحد صرحنا لكن الحقيقة مخفية وغائبة وكلما يجري ضحك على الضقون وضحك على العراقية شكرا دكتور رافع الفساد يبدو سيستفيد منه منظمات تقليمية منظمات دولية أي جهات أخرى ما دام الفساد الكبير موجود في العراق برعاية وحماية المنظومة السياسية فالآخرين داخل أو خارج العراق إقليم أو دولي وكما يقال المال السائب يعلم على السرقة فما الذي يمنحهم من أنه فساد وهناك ملايين الدولارات هذا الفساد سيستمر ما دام فساد الطبقة السياسية قائم في العراق ما نحن نسأل نفسنا أستاذ مهاجد يعني لماذا الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى احتلت العراق هل لبناء تجربة جميلة وراقية وبناء عراق جديد مثل ما قالوا مزدهر ومتطور وهذه كذبة كبيرة واقع الحال واقع الحال هم يريدون بلد ضعيف مدمر مخرب والفساد هذا جزء من تخريب البلد هذا جزء من هذه الفوضى إذا ما استمر سيبقى البلد ضعيفا لذلك استمرار الفساد استمرار فوضة بهذا الشكل استمرار هذه المؤسسة الفساد الكل يخدمها هذا مطلوب لكي يبقى البلد ضعيفا مدمرا غير قادر على النهوض هذا واقع الحال فبالتالي الأمم المتحدة شريكة بيه أمريكا شريكة بيه إيران شريكة بيه كل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 شريكة فيه كل الأحزاء كل القوى هذا جزء من وظيفته جزء من عمله والأموال وين ذهبت والراحات العراق لماذا هكذا مدمر كل هذه الأموال التي تبرعت بها الدول المانحة أين ذهبت لا أحد يسأل فبالتالي أمريكا تعرف تعرف جيدا والدول الكبرى تعرف جيدا لكنها تحافظ على هذا وتدافع عنه وتروج له وتبيض وجه هذه الحكومة والحكومات التي سبقتها شكرا في ختام هذه الحلقة لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضئوفها وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي هنا في الستوديو وكان معنا عبر سكايب أستاذ علوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي كما نشكر أيضا ضيفنا من العاصمة القطرية الدوحة الباحث والصحف العراقي حسين دلي أشكركم مشاهدين الكرام وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة